حدثنا وكيع حدثني عبد المجيد أبو عمر حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركبين حدثنا يونس حدثنا عمر بن ابراهيم اليشكري حدثنا شيخ كبير من بني عقيل يقال له عبد المجيد العقيل يقال انطلقنا حجاجا ليالي خرج يزيد بن المهلب وقد ذكر لنا النماء بالعالية يقال له الزجيج فلما قضينا مناسكنا جئنا حتى أتينا الزجيج فأنخنا رواحل لنا قال فانطلقنا حتى أتينا على بئر عليه أشيخ مخضبون يتحدثون قال قلنا هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بيته قالوا نعم صحبه وهذاك بيته فانطلقنا حتى أتينا البيت فسلمنا قال فأذن لنا فإذا هو شيخ كبير متجع يقال له العداء بن خالد الكلابي قلت أنت الذي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ولولا أنه الليل لا أقرأتكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي قال فمن أنتم قلنا من أهل البصرة قال مرحبا بكم ما فعل يزيد بن المهلب قلنا هو هناك يدعو إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما هو من ذاك فيما هو من ذاك قال قلت أي أنتبع هؤلاء أو هؤلاء يعني أهل الشام أو يزيد قال إن تقعد تفلح وترشد إن تقعد تفلح وترشد لا أعلمه إلا قال ثلاث مرات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عرفت وهو قائم قائم في الركبين ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس أي يومكم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فأي شهر شهركم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فأي بلد بلدكم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال يومكم يوم حرام وشهركم شهر حرام وبلدكم بلد حرام قال فقال ألا إن دماءكم وأنوالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم قال ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم اشهد عليهم اللهم اشهد عليهم ذكر مرارا فلا أدري كم ذكره